باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة مش من عروس بشيون منوبة مش من عروس أستاذة سوند السنويوي مرحبا بيك شنا حوالك سيدة الرئيس؟ عشان محبا ديكو بكل مسامعي جميلة سات شكرا نيفضلك شنو اللي صار بالذبط شنية الحكاية الحقيقة حكاية مرعبة واليوم على اعتدائيات الجنسية على الأطفال ما زالت تتهدد الحقيقة الأطفال متاعنا في أماكن يعتقد الأولياء أنه ما كان يهزوا لهم صغارهم بش يعلموهم بش يستحفظوا عليهم بش يردوا بالهم عليهم بش يكونوا في مكان ربما معانتها أسلم ولا يكون سليم مشابه للمنزل لكن الأخطاء اللي يقعوا فيها الأولياء أنهم ما تصيرش الفريفكاسيون متاع المكان هذية هل هو مصدق عليه من الدولة مرخص صغير مرخص كل الحاجات هذه خلينا نتيحوا في دبياشك كما هك حيحة السيحة معني الأولياء كي حطوا أولادهم في أماكن ما هيش مراقبة أو مش خاضعة للرقابة من قبل السلطات المحلية أو السلطات طابعة للدولة خاصة في مجال الطفولة يظهر لي المتائج نجم تكون وخيمة وخائبة خاصة كما قلنا أطفال قصر غير قادرين على التمييز وإلا على حماية أنفسهم الواقعة انطلقت جانا إشعار عشية يوم السلسية من قبل مندوب حماية الطفولة بعد ما تقدمت الأم للمندوب للإعلام على ما وقع لبنتها ذات الخمسة سنوات من موليد 2018 على اعتبار أنها لاحظة تغير في سروقها وخوف وافترابات نفسية جعلها تشك في ما وقع لبنتها بالتحري معاها جاتا إفادة تتعلق أنها تم إمكانية أنها تكون تعرضت يعني يبقى جنسي من قبل المعلم وزوليش ما لا يرتقيش لسفة المعلم صاحب كتاب عشوائي فيه جاراج ويستقبل فيه الأطفال جينا الإشعار بشرنا الأبحاث عهدنا الفرقة المركزية بالنعروف المختصة للبحث في قضايا العنض ضد الطفل والمرأة لحقيقة قاموا بعمل هائل في ظرف يومين قاتمت السماعات وإجراء التفخير النفسية وطب الشرعي وغيره كذلك تم التمكن من إنقاء القبض على اشتراف هذية في اللولة تمسك بالإنكار على أساس أنه محصلش وأنه تنجم تكون هي تهيئات من الطفلة لكن من بعض اعترف بالواقعة وأقر أنه فعلا قام بالاعتداء بالفرقة على الطفلة هذية ذات خمس سنوات مش مناسبة واحدة وإنما في مناسبتين بعد مراجعة النيابة أذنت بمباشرة زوز محاضر كل محاضر يتعلق بالواقعة وكذلك بما أنه تم عدد كبير من الأطفال اللي قاعدين يباشوا في الدراسة في هذا الكتاب النيابة العمومية أذنت بالتحري تماش وقاع أخرى من الاعتداءات من هذا القبيل إنه نجمش كل فما ضحايا آخرين هم عنات سمى احتمال سمى احتمال لنكون وسمى ضحايا آخرين كما قلنا سري شخص في الحمسينيات من العمر أولاد 3 أو 4 أو 5 سنوات يدرسوا عنه المفروغ بيعلمهم الأخلاق والقرآن وغيره يلقى ورواحهم يتم الاعتداء عليهم جنسيا إن شاء الله نريد أن نتمنى ولم تكونش سمى اعتداءات أخرى وأوحالات أخرى ولكن هذا من ضيب الاحتياط لازمنا نتحرر وكما قلنا هذه وضع طفولة مهدة يعني النيابة لازمها تاخذ كل الإجراءات إنها تتفايدة أو تحمي أي شخص تم احتمال إنه يكون تعرض الاعتداء وبربي دعوة للأولداء ليسمعوا فينا ما تحطش ولدك في أي مكان بدعوة أنه أقل بخمسين ولا ميتلف ولا ظروف مدية شد ولدك في الدار وما تحطوش في مكان كمان هكا يصير له حاجات كمان هدية تنجم تقد عمره كامل وعندها تتبع فيه وتنجم تصير له مضعفات اليوم نفسية كبيرة برشا إذا كان ما تصير إحاطة نفسية كبيرة بالبناء هدية الله أعلم شو يصير لها ديومة من مخلفات جراء الاعتداء الوحشي هدية متاع الشخص لا يرتقي إلى مرتبة إنسان نحقيقة ولا يخلي بش نصف عليه معلم ولا معانتها ديومة مؤهل بش أنه يعتني بطفولة معتها ديومة وشاله يكون هو عبرة ديومة وبيتتسلط عليه زادة أكبر العقوبات حتى أنه يكون عبرة ديومة الغيرو إن شاء الله بقدرة ربي بإذن الله معنية الأبحاث بش يخذ مجراءها كما قلنا هذي تم الإذن بالاحتفاظ بي مد 48 ساعة وأكيد بش نيابة بش يخذ القرارات اللازمة في حقه من حيث العقوبات الجزائية وكذلك أكيد بالتنفيق مع سيد طاضي الأسرة بمحكمة الفدائية بمنوبة والتعاون مع المندوب حمية الطفولة سيتم الألثيين بالتعاود النفسي والطب اللازم إن شاء الله شكراً لفضلك أستاذ سندسان بي بنتيقى الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة شكراً لك على كل التوضيحات اللي قدمت هنا بخصوص هذه الواقعة الحقيقة شي وجعل قلب واقعة أليمة صاحب كتاب عشوائي يعطى ديجون سيارة عن طفلة عمرها خمسة سنة